بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم مشاهدنا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أطيبة تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية عنوان حلقة الليلة المهدي والمنتظر في صحيحي البخاري ومسلم القسم الأول يسرنا أن نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد مرحبا بكم سماحة السيد أهلا ومرحبا دكتور يعني سماحة السيد الآن قد يقول بعض الأخوة ربما يقول لماذا تختارون هذا البحث بالذات يعني لماذا البحث عن المهدي المنتظر في خصوص صحيحي البخاري ومسلم مع أن الأحاديث الواردة في هذا الشأن أوسع بكثير مما في الصحيحين فلماذا التركيز على الصحيحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين في المقدمة بودي أن أشير بأن المشاهد الكريم حتى يحفظ تسلسل هذه الأبحاث هو أننا ذكرنا في الحلقات السابقة أن هناك الشبهة تقول بأن هذه الأحاديث المتعلقة بعقيدة المهدي المنتظر لما كانت غير واردة في صحيحي البخاري ومسلم إذن لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن الاستناد إليها وليست هي مقبولة عند العلماء نعم نحن قلنا في مقام الجواب عن هذه الشبهة لا بد من الحديث على مستويين المستوى الأول أنه واقعا هل إذا لم يرد الحديث في صحيحي البخاري ومسلم فالحديث لا يمكن الاستناد إليه أو أن الأمر ليس كذلك وبينا بحمد الله تعالى في الحلقات السابقة أن الأمر ليس كذلك حتى أن البخاري ومسلم صرح أننا لم نكن بصدد جمع كل الأحاديث الصحيحة ويتذكر المشاهد الكريم أنه نقل عن البخاري أنه يحفظ مئة ألف حديث صحيح إلا أنه لم يرد في صحيح البخاري بعد إسقاط المكررات أكثر من أربع إلى خمسة آلاف حديث إذن هناك الآلاف من الأحاديث الصحيحة التي لم ترد في صحيحي البخاري ومسلم إذن لا يمكن أن يدعى هذه الدعوة أنه إذا لم يرد الحديث في الصحيحين إذن لا يمكن الاستناد إليه هذا المستوى الأول وهذا المستوى من البحث تقدم في الحلقات السابقة المستوى الثاني من البحث هو أنه أساسا من قال لكم أنه لم ترد هذه الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم ولكنه كما تفضل أخي العزيز الدكتور سالم وهو أنه لماذا التركيز على هذين الصحيحين في الواقع أنا أريد أن أؤكد على هذه الحقيقة في المقدمة أن البعض يريد هكذا يصور القضية هو أنه حتى لو وردت عندنا هناك روايات على اصطلاح مدرسة الصحابة وعلى اصطلاح القوم حتى لو وردت هناك روايات صحيحة أو حسنة إلا أنها لم ترقى من حيث الصحة إلى مستوى حتى ينقلها البخاري ومسلم يعني أعرض عن هذا السبب الأعصنتم إذن عندما لم يذكر البخاري ومسلم هذه الأحاديث والنصوص المتعلقة بالعقيدة المهدوية هذا معناه أنه إذن ماذا إذن ليست لها تلك الدرجة الأعلائية من الصحة وإلا لو كانت كذلك لنقلت ماذا لنقلت في الصحيحين أنا أريد أن أقف أمام هذه الدعوة وهو أنه أساسا واقعا لم ترد أحاديث وشؤون المهدي المنتظر في الصحيحين أو وردت وإلا من الناحية المنهجية ومن الناحية العلمية سواء وردت هذه الأحاديث أو لم ترد وهناك المئات من قبيل حديث المبشرة العشرة المبشرة بالجنة هذه أيضا لم ترد ماذا لم ترد في الصحيحين ولكن لهم من الأحاديث التي يستند إليها بل نحن نجد أن هناك العشرات بل المئات من الروايات التي استند إليها أعلام المسلمين وهي غير متوفرة وغير موجودة أكثر الفقه مباني الفقهية نعم لا العقائدية دكتورة الفقهية ليست لها تلك القيمة المباني العقائدية الكلام الآن حديثنا نحن في القضايا العقائدية في القضايا العقائدية إذن ليس بالضرورة أنه ترد ماذا في الصحيحين البخاري ومسلم ولكن بعد ذلك سيتضح في المقدمة أنا إشارة وتأكيدا لهذه الشبهة أشير إلى كلمتين من كلمات الأعلام الذين حاولوا أن يثيروا هذه الشبهة التي أشرنا إليها الأولى وهي ما ورد في كتابات علم من أعلام المسلمين وهو الإمام الصادق حياته وعصره يعني كتاب الإمام الصادق حياته وعصره آراءه وفقه الإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربي في هذا الكتاب حتى أذكر الطبعة أيضا هذا الكتاب ورد هناك يشتمل إلى كذا محمد أبو زهرة ولعله بلي الإدارة كذا جواد حسني القاهرة إلى آخر على إلى أحوال هناك تحت عنوان آراء الصادقي آراء الصادقي في المسائل العقائدية حتى أعرف هناك البحث إن عرض له بلي في صفحة 186 من هذا الكتاب هذه عبارته عبارة الإمام محمد في بحث تحت عنوان الرجعة يقول وقد تكلم بعض السنيين مراد من السنيين يعني أهل السنة من السنة وقد تكلم بعض السنيين في ظهور المهدي في آخر الزمان ومنهم من اعتنق تلك العقيدة وأثبتها بعض من كتب في العقائد وقد جاء ذكره في بعض كتب السنة لتفتوا إلى التعبير جاء ذكره في بعض كتب السنة كسنن أبي داود والترمذي والنساء وابن ماجة ولكن لم يجئ ذكر للمهدي في الصحيحين يعتبروا أنه إذا كانت هي قضية عقائدية فهي من الدرجة الثانية لا قيمة لها ولم ترقى صحة الأحاديث التي تكلمت عن المهدي إلى درجة حتى ينقلها البخاري ومسلم قال ولكن لم يجئ ذكر للمهدي فالصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم ولقد تكلم علماء السنة في إسناد الأخبار التي روت ذكر المهدي وفندوا إسنادها إذن الروايات ما هي؟ كلها مفندة كلها مفندة وهذه هي تقريبا نظرية ابن خلدون وراضية إشخ محمد رضا لا لا ابن تيميلة نظرية ابن خلدون يضعفها ابن تيميلة يعتقد بأنها صحيحة وكذلك نظرية محمد رشيد رضا وكذلك نظرية أحمد أمين المصري وغير ذلك ولذلك نقول إنها ليست عقيدة متقررة عند السنين إذن التفتوا جيدا لأنها لم ترد في الصحيحين إذن بعد لا يمكن اعتبارها ماذا؟ من العقائد الثابتة لأهل السنة هذه دعوة هذا الرجل وكذلك إذا تذكر المشاهد الكريم نحن فيما سبق ذكرنا هذا المعنى بشكل واضح وصريح من الشيخ عبد الله محمود رئيس المحاكم الشرعية ماذا؟ في قطر قلنا أيضا هذا الرجل ادعى بأنه في صفحة 43 هذه الدعوة موجودة أنا أقرأ عبارته في هذا المجال يقول وقد قرروا قائلين إن أساس دعوة المهدي إن أساس دعوة المهدي بيودي أن العبارة تخرج على المتن لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر الشيخ عبد الله محمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر هذه عبارات قرناها فيما سبق ولكنه هذا أصل الكتاب وقد قرروا قائلين إن أساس دعوة المهدي مبني على أحاديث محقق ضعفها هذه الأحاديث كلها ماذا؟ وهنا قال مفندة قال مفندة وكونها لا صحة لها ولذا قال ولم يأتي حديث منها في البخاري ومسلم مع رواجي فكرتها يعني فكرة المهدي في زمنهما وما ذاك إلا لعدم صحة أحاديثه أحاديث المهدي عندهما عند البخاري ومسلم مع العلم أنها على فرض صحتها لا تعلق لها بعقيدة الدين ليست عقيدة دينية وما هي إلا حكايات عن أحداث تكون في آخر الزمان أو في أوله يقوم بها فلان أو فلان بدون ذكر المهدي إذن قضية جانبية قصص مولانا ذكرتها تطور وإنما وإنما أشير إلى هذا لأنه أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه الآن فليراجع كلمات أو فلينظر ينظر إلى بعض الفضائيات يجد أنهم يكررون ماذا؟ هذه العبارات أنها أخبار آحاد وأنها لم ترد وأنها خرافات وأنها ترهات وأنه في السرداب وإلى متى يبقى مزجون في السرداب هذه الكلمات التي واقعا الإنسان يتأسف أن تصدر من أناس يدعون لأنفسهم أنهم يحملون ألقاب علمية مع أنه أساسا لا يوجد في الكتب العلمية الصحيحة لا أقل في مدرسة ماذا؟ في مدرسة الصحابة أنه أي حديث يوجد عن السرداب نحن نتكلم عن عقيدة أساسية مهمة ومتواترة ودرتت في كلمات علماء المسلمين ولكن يحاولون ماذا؟ أن يأخذوا البعد السفهي والبعد التبعيدي والبعد التحميشي والخرافي فيها حتى يبعدوها عن أذهان الناس أنا إنما ذكرت كلمات هؤلاء حتى يتضح أن هؤلاء مجموعة من المقلدة كن على ثقة بعضهم حتى لا يعلم ما يقول والله أربع بنفسي أن أشير إليهم ولكنه هو لا يفهم ما يقول وإلا لو كان يفهم ما يقول لكان كلامه أساساً رد على رسول الله صلى الله عليه وآله لأن هذه الأحاديث الصحيحة المتواترة وردت عن من؟ عن رسول وردت عن رسول الله هذا الإنسان الذي بين قوسين يدعي أنه من أهل العلم وهو أولى أن يكون من أهل الجهة كأنه لم يقرأ قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكأنه لم يقرأ قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكأنه لم يقرأ قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم إذن الحقيقة ولذا أقول بشكل واضح وصريح أن هؤلاء وقعا لا يلتفتون إلى ما يتكلمون يلقلقون به ألسنتهم وإلا لو التفتوا لكان هذا رد صريح على كتاب الله كان رد صريح على رسول الله صلى الله عليه وآله إذن بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنا عندما أقف عند هذه الأحاديث عندما أقف عند صحيحي البخاري ومسلم واقعا أن هؤلاء حاولوا من خلال هذا التلبيس أن يقولوا لما لم ترد في صحيحي البخاري ومسلم إذن هي قليلة إذن هي ضعيفة إذن حتى لو كانت صحيحة لا ترقى إلى مستوى النصوص التي ذكرها البخاري ومسلم هذا هو السبب في تأكيدنا وتركيزنا على هذا البحث وهو الأحاديث أو الشؤون المرتبطة بالمهدي المنتظر في صحيحي البخاري ومسلم صار واضحا سماح السيد طيب نرجع إلى أصل الموضوع نعم عندنا اسم المهدي أو لفظ المهدي بمعنى عبارة لفظ محمد بن الحسن أو المهدي أو المنتظر لا محمد بن الحسن لا يوجد في أي كتاب سني أو حتى محمد بن عبد الله أبدا أبدا أصلا هم لا يدعون واقعا دكتور للأنصاف أنهم لا يدعون أن الإسم موجود كذا وإنما هم طبقوا هم يقولون أنه وردت شؤون المهدي والآن أنا دا أتكلم بشكل واضح للمشاهد الكريم أنا ليس همي الآن في بحث أنه من هو من هو نسبه سيأتي بحثه أنا دا أتكلم عن عقيدة اسمها عقيدة المهدي المنتظر أما من هو المهدي المنتظر ذاك بحث آخر الآن لفظ المهدي أو اسم المهدي هل ورد في الصحيحين صراحة أو يعني يوجد له ذكر أو لا هذه القضية أنا بيودي ولعله جملة ممن أنكروا وجود الأحاديث المرتبطة بالمهدي المنتظر في الصحيحين استندوا إلى هذه القضية الآن بشكل عام أريد أن أشير إلى نكتتين أو إلى بحثين البحث الأول هل أن اسم المهدي بما هو المهدي المنتظر وإلا اسم آخرين ورد قد المهدي المنتظر لا بهذا العنوان أيضا يعني المهدي الذي يشار به إلى المهدي المنتظر الذي بصدد البحث عنه هل أنه ورد في الصحيحي البخاري ومسلم أم لم يرد الجواب أما على ما يتعلق بالبخاري أنا بيودي أنه في المقدمة أشير بأنه اسم المهدي المنتظر لم يرد في صحيح البخاري لا أقل أقول هذا الكلام وبعد ذلك سيتضح لماذا أقول أنه لم يرد لم يرد لا أقل في هذه الطبعات الموجودة لكتاب البخاري ولصحيح البخاري هذه المتداولة بين الأيدي أما النسخ القديمة يوجد فيها المهدي أو لا يوجد فيها وقعا الآن ليست بيدي وأنا من هنا أدعو المحققين أن يرجعوا إلى النسخ الخطية الموجودة لصحيح البخاري ليروا أنه موجود فيها لفظ المهدي أو غير موجود هسا لماذا أقول أحتمل هذا الاحتمال لما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في صحيح مسلم وماذا فعلوا بصحيح مسلم ولكن الشيخ البخاري يعني البخاري الذي هو من أعلام الحديث في مدرسة الصحابة هذا الرجل ذكر المهدي ولكن ذكره في كتبه الأخرى صحيح لم يرد في الصحيح البخاري ولكن ورد في كتابه التاريخ الكبير وأنتم تعلمون أن الصحيح البخاري هو يقول أنني كما قدمت في أول البحث أنه لم أنقل كل الروايات الصحيحة ماذا في صحيح البخاري وإنما هو الجامع المختصر كما أشرنا وكما أشار إليه يعني هو تلخيص التاريخ حسن تلخيص أو شيء آخر أنا لا أعلم علميا الآن أن هذا الكتاب تلخيص ذاك ولكن هو يقول أنه الكتاب ما هو كتاب المختصر خب ما هي الرواية الواردة عن البخاري الرواية الواردة عن البخاري ينقلها واقعا أحد الأكاديمين المعاصرين والذي كتاباته كتابات علمية مع بعض التحفظات التي بعد ذلك سنشير إليها في كتاب المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة تأليف الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي المكتبة المكية دار ابن حزم في هذا الكتاب في صفحة مئة وستة وتسعين من الكتاب هكذا ينقول أنا بيودي أن العبارة تخرج بعد أن ينقل الحديث الحديث الثامن من الأحاديث الصحيحة عن أم سلمة أنها قالت بيودي أنه تخرج العبارة هذه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت وهذا الذي نأسف له أنه عندما تصل النوبة إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله يعبرون عنها ماذا أم المؤمنين أما عندما تصل إلى البعض الآخر من نساء النبي لا يوجد فيها ماذا أم المؤمنين وإلا فنساء النبي جميعهن ماذا وأزواج أمهاتهم جميعهن أمهات ماذا أم المؤمنين أم المؤمنين أم المؤمنين وكذلك مع الأسف الشديد وهذا من الموضوعات من هنا أقول إن شاء الله في مطارحات في العقيدة سيتضح أنه التعبير عن رأس البيت الأموي وهو معاوية بخال المؤمنين أيضا هذا من الموضوعات وإلا لم يسمي أحد بعم المؤمنين وعمة المؤمنين وجدة المؤمنين لم يرد هذا تفريع عجيب إلا في معاوية هو ماذا خال المؤمنين مع أن تصريح العلماء أنه أساسا هذا النسب لا يمكن نقله أو هذا العنوان لا يمكن نقله إلى الآخرين يعني عنوان أم المؤمنين إذا كانت أم المؤمنين لها أخ أو لها أخت أو لها عم هذه العنوان ماذا لا يورث لهن حتى يقال هذه عمة المؤمنين حتى تنتقل الأحكام ولكنه مع الأسف الشديد أين نجده هذا وهذا من موضوعات البيت الأموي ومع الأسف أنتم تجدون إلى الآن أن هذا العنوان ممن هم هواهم هوا أموي يقولون عندما يأتون إليه يعبرون عن معاوية ماذا بأنه خال المؤمنين علي إلى أحوال عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المهدي من عترتي من ولدي فاطمة هذا الحديث ينقل أو من ولدي فاطمة النص اللي وارد أنا ده أقرأ النص الوارد في الكتاب من ولدي فاطمة في هذا الكتاب عفوا في هذا الكتاب هناك في صفحة 196 من هذا الكتاب بيودي أن تخرج عن العبارة على المتن أو على الشاشة قال هذا الحديث الذي قرأناه وهو الحديث الثامن وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير إذن ليس الأمر أن البخاري أحسنتم نعم في صحيح البخاري لم يرد ولكنه آثار ومصنفات الإمام البخاري ليست منحصر ماذا في صحيح البخاري وأنه له آثار وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير قال قال عبد الغفار ابن داود حدثنا أبو المليح الرقي سمع زياد بن بيان وذكر من فضله وذكر فلان سمع فلان عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وآله المهدي حق وهو من ولدي أو من ولدي فاطمة يقول التاريخ الكبير الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وستة وأربعين أنا أنقله من هذا الكتاب حتى لا يقول لنا قائل سيدنا هذا المصدر أين المصدر هو المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث و الآثار الصحيحة إذن صحيح البخاري وإن لم يأتي فيه لفظ المهدي إلا أنه ورد عن البخاري أي في التاريخ الكبير هذه القضية والمؤلف هو هو والمعايير المهم المهم أحنا أنا فقط أنا لست بصدر أن أثبت أنه نفس المعايير دكتور أنتم تعرفون منهجي نعم لم يثبت أنه في التاريخ الكبير أنه استعمل نفس المعايير التي ذكرها آي في صحيح لا أبدا ليس طعنا وإنما قد يقول قائلهم دكتور الكفتولي قد يقول قائلهم أنه صحيح البخاري كتب على شروط والتاريخ الكبير كتب على شروط أخرى فلا يمكن أن تقول أن ما ورد في التاريخ الكبير كأنه ورد ماذا في صحيح البخاري ولذا نحن لم نقل هذه القرآن أما فيما يتعلق بصحيح مسلم فيما يتعلق بصحيح مسلم مقدمة لابد أن أقول للمشاهد الكريم نعم هذه الطبعات الموجودة بأيدينا هذه الطبعات لم يرد فيها أيضا اسم المهدي المنتظر يعني لم يرد فيها المهدي الذي هو المهدي المنتظر ولعله ورد فيه المهدي غير المهدي المنتظر السؤال أنه واقعا هو الأمر كذلك أو أن الأمر ماذا يختلف الجواب واقعا هنا المأساة العجيبة أنا لا أعلم كيف أعبر عن هذه المأساة كيف أعبر عن هذه الخيانة العلمية التي وجدت على مر التاريخ والآن نجد من أوضحي مصاديقها في هذا المقام الصحيح مسلم الذي بأيدينا الآن لا يوجد فيه ولكنه انظروا إلى كلمات الأعلام الذين نقلوا عن صحيح مسلم هل ورد في صحيح مسلم النسخ التي كانت بأيديهم اسم المهدي أو لم يرد هنا أريد أن أقف قليل في المورد الأول في كتابي الصواعق المحرقة بيودي أن المشاهد يلتف جيدا إلى هذا الكتاب الصواعق المحرقة على أهل الرفضي والظلال والزندقة إذن هذا الكتاب كتاب شيعي أو كتاب غير شيعي أنا لا أتصور يوجد عاقل يستطيع أن يتهم ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 973 من الهجرة أنه ماذا أنه شيعي ماذا يقول على أهل الرفضي والظلال والزندقة فيجعل أهل الظلال وأهل الزندقة في عرض ماذا في عرض أهل الرافضة هذا الكتاب الصواعق المحرقة تحقيق عبد الرحمن من عبد الله التركي وكامل محمد الخراط الجزء الثاني مؤسسة الرسالة في هذه الطبعة التي بيدي بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى سنة 1417 من الهجرة هناك في الصواعق المحرقة في الجزء الثاني صفحة 472 انظروا ماذا يقول بعد أن يذكر دعاء النبي صلى الله عليه وآله لعلي وفاطمة بأن يجعل بأن يجعل ذريتهما لا مجال لشرك الشيطان فيه قال اللهم بعد أن زوجه فاطمة قال اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم يقول العلام الهيتمي في الصواعق المحرقة وقد ظهرت بركة دعائه صلى الله عليه وسلم اللي إن شاء الله تعالى في المطارحات في العقيدة سيتضح بأن حذف الحذ أو آله أيضا كانت من نتائج ماذا النهج الأموي وإلا وآله ثابت في كل الروايات الصحيحة ولم يحذفها إلا النهج الأموي والآن من يقول وسلم ويحذف الآل هو تابع للسنة ماذا للسنة الأموية وهذا سأثبته إن شاء الله تعالى في المطارحات في العقيدة وسيتضح أن كل من لم يثني بعد الصلاة على النبي والسلام على النبي على آله فهو متبع للسنة النبوية أو للسنة الأموية سيتضح أن حذف وآله لأنه لم يكن هناك معنا أنه من جهة يلعنون الآل يلعنون رأس الآل وهو علي بن أبي طالب ويسبونه ومن جهة يقولون ماذا ويقولون صلى الله عليه وآله لا يمكن الجمع بينهما وأنا لا أعلم أن هذا الرجل هذا الرجل الذي لا إشكال في نفاقه وهو معاوية لأنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك ماذا إلا منافق هسأ الآن من يريد أن يكون منافقا مثل هذا خاله فهو حر ولكنه نحن لا نقبله بأن يكون ماذا إلا منافقا من أوضح مصاديق النفاق هذا كبحث سيأتي أنا لا أعلم أن هذا الرجل إذا عندما كان يصلي لا أعلم سكان يصلي أو لا يصلي ولكن إذا كان يصلي أليس في الصلاة في التشهد يجب الصلاة على من على الآل فماذا كان يفعل هناك كان يلعن عليا أو أنه كان ماذا يصلي على عليا ماذا كان يفعل في صلاته لم يختلف أحد من العلماء أن عليا ضمن ماذا ضمن الآل نعم وقع الاختلاف أن نساء النبي أمهات المؤمنين داخل في ضمن الآل في أهل البيت أو غير داخلين في ذلك ولكن لم يقع الخلاف في أن عليا هو ماذا من أهل البيت ومن الآل علي الأحوال يقول وقد ظهرت بيودي أن العبارة تخرج وقد ظهرت بركة دعائه صلى الله عليه وآله طبعا في المثل لا يوجد آله أنا أضيف حتى لا أكون مبتلى بالسنة الأموية وقد ظهرت بركة دعائه صلى الله عليه وآله في نسلهما نسل من نسل عليين وفاطمة فكان منه من مضى ومن يأتي ولو لم يكن في الآتين إلا الإمام المهدي لكفى إذن تبين أن صاحب الصواعق المحرق يعبر عن المهدي بأنه ماذا بأنه إمام هذه أول مرة نقرأ عبارة أنه يعبر عن المهدي المنتظر أنه ما هو إمام أنا إلى الآن لم أكن أعبر ولكن من الآن فصاعدا أيضا سأعبر ماذا لا فقط المهدي المنتظر لا عقيدة المهدي المنتظر أقول عقيدة الإمام المهدي المنتظر لا يقول لنا قائل أن لفظة الإمام لفظة ماذا تابع لمدرسة أهل بيت للشيعة الجواب كلا هذا صاحب الصواعق المحرقة على أهل الرفض والظلال والزندقة يقول ماذا يقول ولو لم يكن في الآتين إلا الإمام المهدي فلتخرج العبارة إلا الإمام المهدي لكفى وسيأتي في الفصل الثاني جملة مستكثرة من الأحاديث المبشرة به بمن بالإمام المهدي ومن ذلك من ذلك ماذا يعني من تلك الأحاديث المبشرة به ومن ذلك ما أخرجه مسلم عجيب التفتوا بيودي أن العبارة تخرج بل تقرب إلى الشاشة ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داوود والنساء وابن ماجا والبيهقي وآخرون ماذا أخرجوا المهدي من عترتي من ولد فاطن والآن أنا بيودي أن كل المشاهدين الأعزاء واقعا من مثقفين من علماء من ناس عاديين فليرجعوا إلى ماذا فليرجعوا إلى صحيح مسلم ليروا أن هذا النص موجود في صحيح مسلم أو حذف ماذا أو حذف هذا النص هذه هي الأمان العلمي من دا يقول هذا الكلام وأكد مرة أخرى يقوله صاحب الصواعق المحرقة يقول آخر ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنساء قد يقول لنا قائل هذا لعله اشتبه وقال مسلم وقال مسلم مسلم ماذا لم يخرج هسا ما في مشكلة نأتي إلى مصدر آخر المصدر الآخر هو في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين الهندي المتوفى سنة تسعمائة وخمسة وسبعون من الهجرة انظروا ماذا يقول في المجلد الرابع عشر من كتابه كنز العمال تحت الحديث ثمانية وثلاثين ألف وستمائة واثنين وستين عندنا وقت دكتور إن شاء الله خمس دقائق تقريبا جيد جيد في هذا ذي لهذا الحديث ثمانية وثلاثين ألف وستمائة واثنين وستين قال المهدي من عترة من ولدي فاطمة جيد من الذي أخرج الحديث يقول الذي أخرج الحديث دال ميم عن أم سلمة هذه دال ميم هذه قد يقول لنا قائل دال ميم يعني ماذا انظروا ماذا يقول في الجزء الأول من كتابه من كنز العمال يبين الرموز هناك في صفحة خمسة من الكتاب يودي أن تخرج على الشاشة في تخرج عن الشاشة يقول وسميته الجامع الصغير من حديث البشير النذير لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته جمع الجوامع وقصدت فيه جميع الأحاديث النبوية بأسرها وهذه رموزه خاء للبخاري ميم لمسلم قاف لهما يعني لبخاري و مسلم دال لأبي داود وهنا ماذا يقول إذا تضحت هذه الرموز دال ميم يقول أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت ماذا يوجد في النص المهدي من عطرة من ولد فاطمة بين قوسين دال يعني ماذا أبي داود ميم يعني ماذا يعني مسلم كلاهما أخرج الحديث عن من عن أمي سلامة خب سؤال هذا من أين دا ينقل هذا كيف دا ينقل من مسلم من صحيح مسلم يعني يمكن أن نقول بأنه الصواعق المحرقة اشتبه كنز العمال أيضا ماذا اشتبه جيد جدا للمشاهد الكريم للمشاهد الكريم مصدر ثالث وهو من المصادر أيضا التي يعتمد عليها وهو كتاب حجري قديم أنا خشيت أنه أيضا تصرف صغير في هذه الكتب هذا الكتاب كتاب بيودي أن تخرج على الشاشة كتاب مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار تأليف العالم الشهير والعلامة النحرير الحبر الذي هو للفضاء لحاوي الهمام الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي المتوفى سنة 1303 من الهجرات هناك في صفحة نسخة نسخة عجرية في صفحة 119 الفصل الثاني الفصل الثاني في المهدي وبيان أنه هل هو من ولد الحسن والحسين ومن أين يخرج وفي علامة خروجه وأنه يبايع مرتين إن شاء الله بعد ذلك سيأتي نسبه هل هو من ولد الحسن أو هو من ولد الحسين أو هو من ولد الحسن ماذا والحسين بل هو من ولد الحسن والحسين والعباس أي منهما سيأتي لأن هذا الخلاف موجود هذا بحثنا إن شاء الله في النسب سيأتي انظروا ما هي عبارته التفتوا جيدا يقول وهو العبارة إذا أمكن إخراجها وهو من ولد فاطمة باتفاق الجمهور ففي مسلم إذن هذا النص نقل صريح بعد ففي مسلم وأبي داوود والنساء وابن ماجة والبيهقي وآخرين المهدي من عترتي من ولدي فاطمة إذن في مسلم هذا الحديث كان موجودا أيها الناس أيها العلماء أيها المثقفون أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم انظروا إلى الأمانة العلمية واقعا لا أعلق شيئا آخر أنه اتفقت كلمة جملة من أعلام المسلمين على أنه في الصحيح مسلم كان يوجد النص المهدي من عترتي من ولدي فاطمة ولكنه الآن صحيح مسلم الذي بأيدينا وطبعت منه طبعات لعله عشرات الطبعات ووزعت هذا النص ماذا موجود أو محذوف نعم وكم له من نظير وإن شاء الله بعد ذلك سيأتي كم له من نظير ويتذكر المشاهد الكريم نحن في حلقات سابقة عندما جئنا إلى كتاب الفتوحات المكية لبن عربي يتذكر المشاهد قلنا أن فتوحات المكية المطبوعة حديثا أيضا ماذا وقع فيها تلاعظ ونقلنا إذا يتذكر عدي وقت دكتور إن شاء الله وينقلنا عن الواقيت والجواهر للشعراني أنه ماذا نقل عبارة فيها تختلف عن العبارة الموجودة في الفتوحات المكية وسبحان الله وجدت في هذا الكتاب أيضا في مشارق الأنوار في هذا الكتاب أيضا في مشارق الأنوار لشيخ حسن الحمزاوي وجدت أنه ينقل عن الشيخ بن عربي أيضا نفس الكلام يقول وقال الشيخ القطب سيدي أو سيدي محيد ديني بالعربي في الفتوحات اعلموا أنه لا بد من خروج وهو من ولدي من خروج المهدي وهو من ولدي فاطمة رضي الله تعالى عنها جده الحسين بن علي ابن أبي طالب ووالده الإمام حسن العسكري ابن الإمام علي النقي بن نون ابن الإمام محمد إلى آخرين ينقل عن من؟ عن ابن عربي ابن عربي أيضا هذا مصدرون آخر هذه النسخ القديمة هذه النسخ القديمة أحسنتم غير المحرم تجدون هذه النسخة هذه بعد لم يتلعبوا بها إذن نأخذ فاصل سماعة السيد هذا هدية كافية للمشاهد الكريم وقعا هدية وقعا هدية مهدينا في الأزمان شعع ضيه ربنا في العالم أطفع له نور آلق والظالم ابتده من أجل السالك أهدس له سنه مهدينا في الأزمان شعع ضيه ربنا في العالم أطفع له نور آلق والظالم ابتده من أجل السالك أهدس له سنه مهدينا في الأزمان شعع ضيه ربنا في العالم أطفع له نور آلق والظالم ابتده من أجل السالك أهدس له سنه مهدينا في الأزمان شعع ضيه ربنا في العالم أطفع له نحييكم موشان الكرام جددا ونحيي سماحة السيد مرحبا بكم سماحة السيد مرة أخرى إذن إذا كان لديكم تعليق قبل أن ندخل في محور ماخر سماحة السيد والتعليق التي أريد أن أشير إليها هنا والملاحظة الأساسية بيودي أنه من الآن فصاعدا ينبغي لمن يريد أن يطالع هذه الكتب التي فيها كصحيح البخاري صحيح مسلم واقعا يتابع عدة نسخ وعدة طبعات لأن هناك مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة بدأ هذا التلاعب وخصوصا في مراكز أنا أعبر عنها مراكز مرتبطة بالبيت ماذا؟ الأموي بالبيت الأموي وبالنهج الأموي يعني المطبع والدار كما تحاول ماذا؟ أن تدافع فماذا تفعل؟ تحاول أن تتلاعب بمثل هذه النصوص أن تحذفها أن تقدم أن تؤخر وغير ذلك لذا لا بد أولا الرجوع إلى الطبعات الأولى أو النسخ الخطية إن أمكن وثانيا أنه ملاحظة واقعا والاحتفاظ بهذه النسخ وإلا لا نعلم بعد ذلك بعد خمسين سنة ماذا يفعلون بهذه النسخ الموجودة أيضا؟ بعنوان ماذا؟ بعنوان مختصرات وبعنوان ما أذي تهذيب بعنوان كذا يحذفون يقدمون ويؤخرون فيتضيع علينا الحقائق الذهنية أحسنتم نسأل الله أن تبقى النسخ الأصلية أيضا لا يصل التلاعب إليها إن شاء الله نعم طيب أحسنتم سامح سيد طيب قلتم أنه لفظ المهدي إذن لم يرد لم يرد فالصحيح أحسن ولكن مثل ألفاظ مرادفة تعبيرات في الصحة أن يفهم منها أنها تشير إلى المهدي أو مرتبطة بشأن من شؤونه أحسنتم بشأن من شؤون الإمام المهدي أحسنتم لا يقول لنا قائل لماذا تقولون الإمام الإمام عبر عنه منه؟ ابن حجر ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة أعيد العنوان الكتاب ابن حجر الهيتمي مو الهيثمي ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة على الصواعق المحرقة على أهل الرافضة إذن ليس شيعيا لا يقول لنا قائل بل هذا الرجل أيضا متهم إلا إذا لأنه نقل هذه الروايات فيكون شيعيا ويكون رافضيا ويكون خبيثا كما تعلمنا من مسلك النهج الأموي أن الشخص إذا ذكر فضائل أهل البيت فهو ماذا فهو شيعي فهو مغال فهو رافضي فهو فهو إلى غير ذلك في الواقع بأنه الجواب على سؤال الأخي العزيز الدكتور سالم وهو أنه هل وردت لها أنا في المقدمة لا بد أن أشير لأنه إن شاء الله تعالى من هذه الحلقة والحلقات اللاحقة بعد شيئا فجيئا دكتور نقترب من الدخول ماذا في بيان الأحاديث التي وردت في شأن الإمام المهدي المنتظر إلى الآن نحن عندما أتكلم الإمام المهدي المنتظر ليقول لنا قائل تتكلمون عن إمام المهدي المنتظر عند الشيعة لا 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 أبدا أنا دعا أتكلم عن الإمام المهدي المنتظر الذي اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين الذي وقع الاختلاف فيه هو ماذا هو نسبه هو عصمته هو حياته هذه الأمور التي وقع الاختلاف وإلا لو جعلنا هذه الأمور الثلاثة الآن إلى جانب ولم ندخل فيها باقي الشؤون ماذا متواترة ومتفق عليها وأتحدى من هنا من يستطيع أن يثبت ماذا أو أن يدعي عدم تواترها أتحدى من هنا إن كان أحد يقول أنها ليست متواترة أتكلم بشكل عام أتكلم في الأصول العامة في الأركان العامة للأطروح المهدوية لا أتكلم في التفاصيل حتى يقول لنا قائل أن هذه التفاصيل مورد الاختلاف أنا أتكلم بما هي عقيدة مثل عقيدة التوحيد نعم النبي صلى الله عليه وآله جاء وبشر وأنذر وأنزل كتابا محجزة نعم وقعت هناك اختلافات كثيرة أنه هل هو معصوم في الأمور الدنيوية أو غير معصوم في الأمور الدنيوية هل هو كذا أو ليست عشرات المسائل التي يوقع الاختلاف فيها في النبوة في نبوته صلى الله عليه وآله ولكن هذه كلها أمور تفصيلية وليست مرتبطة بالأصل وهكذا في المعاد وكذلك في العقيدة ماذا؟ المهدوية نعم في عقيدة المهدية المنتظر هذه العقيدة كأصل لم يقع فيها اختلاف بين علماء المسلمين إلا ممن هم إما من الجهل واقعا وإما أشربوا في قلوبهم حب النهج الأموي والبيت الأموي أقولها بشكل واضح وصريح أشرب في قلوبهم العجل يعني النهج الأموي هؤلاء يحاولون ماذا؟ كل ما يرتبط بمقامات وفضائل مرتبط بأهل بيت النبوة وعندما أقول أهل بيت النبوة مو مراد نساء النبي مراد ماذا؟ مراد علي وفاطمة والحسن والحسين والنبي وأولادهم إلى الإمام الثاني عشر إذا وجدتم هناك كلام فإنه على هؤلاء فإنه هذا من تأثيرات ماذا؟ من تأثيرات النهج الأموي والبدع الأموية ولكن مع الأسف الشديد إلى يومنا هذه البدع بعضها قائمة ولكن بعنوان أنها لم تثبت في القرآن بعنوان أنها لم تثبت في السنة جيد إذا كان الأمر كذلك من هنا إن شاء الله تعالى وواقعا أعد المشاهد الكريم من بحثنا في هذه الليلة وإلى أقسام متعددة وكثيرة سوف ندخل في النصوص والأحاديث والروايات والآثار الواردة التي تبين لنا من هو المهدي ومتى يظهر وما هي خصائصه الشخصية وما هي شرائط ظهوره وإلى غير ذلك وأيضا أتعهد عند المشاهد الكريم هنا ألا أنقل أي نص من كتب أعلام مدرسة أهل البيت وإنما أعتمد على المصادر الأصلية الواردة في مدرسة الصحابة وأعلام المسلمين من هذه المدرسة في المقدمة دكتور بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت أن الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن عقيدة المهدي المنتظر يمكن تقسيمها إلى قسمين بشكل عام هذا قبل أن أجيب على تساؤلكم أنه وردت شؤون المهدي وإن لم يرد اسمه في الصحيحين وردت شؤونه في الصحيحين أو لا في المقدمة أنا أقسم هذا التقسيم أولا القسم الأول الروايات والنصوص والأحاديث والآثار التي ذكرت فيها أو ذكرت المهدي بشكل صريح يعني ذكر اسمه السلام الله عليه باعتقادنا ليس باعتقاد الآخرين ذكر اسمه يعني المهدي المهدي صريحة في هذا والنصوص في هذا المجال هي العشرات بل هي ماذا بل هي المئات كما سيتضح بعد ذلك عندما أقول المئات لا يقول لنا قالوا عن كلها صحيحة الجواب لا بعضها صحيحة على مباني القوم على مدرسة الصحابة بعضها صحيحة وبعضها حسنة وبعضها ماذا ضعيف وبعد ذلك سيأتي هذا التقسيم الثلاثي لهذه النصوص وأبين ما هي الصحيحة وما هي الحسنة وما هي ماذا وما هي الضعيفة هذا القسم الأول القسم الثاني منها أنها لم تذكر المهدي صريحا ولكنها أشارت إلى أمور لا يمكن أن تنطبق إلا على من؟ المهدي إلا على المهدي المنتظر على سبيل المثال هناك نصوص كثيرة وردت أن الدجال سيخرج في زمن المهدي المنتظر من يقتله؟ المهدي المنتظر نعم هو الذي يقضي على الدجال فإذا وردت روايات في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تتكلم عن خروج الدجال هذه بالملازمة القطعية أنه تتكلم عن من؟ عن المهدي عن المهدي هذا شأن من شؤون المهدي أو مثلا على سبيل المثال تكلمت تلك الروايات التي تكلمت عن أن عيسى ينزل إلى الأرض ويصلي خلف إمام من هذه الأمة هذا الإمام هو المهدي لا يمكن لأنه باتفاق كلمة علماء المسلمين أن عيسى لا يصلي إلا خلف من؟ إلا خلف المهدي إذن هو قد الرواية في صحيح البخاري أو صحيح مسلم لا تتكلم عن المهدي ولكنه تذكر رواية هذه الرواية ليس لها تفسير ولا يمكن أن تنطبق إلا على من؟ إلا على المهدي المنتظر وهذا قسم آخر من الرواية بعد ذلك سيتضح إخواني الأعزاء بأنه أساسا في الصحيحين بعد أن تكلمنا قلنا بأنه صحيح البخاري لم يرد اسم البهدي وصحيح مسلم كان وارد فيه ولكنه حذف الآن الطبعات الموجودة لم يرد هو يأتي هذا التساؤل وهو أنه هل توجد هناك إشارات وأمور وأحاديث تتكلم عن شؤون المهدي وإن لم تصرح بإسمه الجواب نعم وألف نعم هناك روايات متعددة وردت في صحيح البخاري ومسلم تكلمت عن شؤون المهدي خلافا لما قاله الإمام محمد أبو زهرة وخلافا لما قاله الإمام محمد رشيد رضا وخلافا لما قاله ابن خلدون وخلافا لما قاله أحمد أمين المصري وخلافا لما قاله محمود القطري وخلافا لكل من يتحذلقون ويدعون العلم ويقولون بأنه لم ترد هناك أي إشارة للمهدي المنتظر في صحيحي البخاري ومسلم لا ليس الأمر كذلك وإنما ورد هذا المعنى بشكل واضح وصريح نعم لم يرد الإسم ولكن الشؤون الأخرى ماذا وردت في ذلك دكتور إذا ماكو اتصالات والمشاهد الكريم إذا أكو اتصالات ندخل إذا ما أكو اتصالات حتى أكمل الحديث جيد يعني أنا فقط أشير إلى المخرج إذا كانت هناك اتصالات فليدخلها علينا ولكن إذا ماكو همتي أنا حتى أستمر ماذا في تتمة حديثي جيد طيب نعم دقيقتان تكفي صمح لا 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 أبدا أبدا لا تكفي دقيقتان ولكنه أريد أن أقول أنا سوف أبدأ بحثي دكتور إذا وردت اتصالات فأقطع البحث لم ترد حتى أكمل هذا البحث جيد قبل الدخول في استعراض الروايات والنصوص والأحاديث التي وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم هناك مقدمة منهجية مهمة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها هناك بحث بين الأعلام أيهما مقدم على الآخر صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم أو صحيح مسلم مقدم على ماذا البخاري يعني بعبارة أخرى أن الصحيح البخاري أن البخاري أوثق من مسلم وأدق وأتقن من مسلم أو أن مسلم في جمعه لهذه الأحاديث في صحيحه وأدق وأتقن من من البخاري من البخاري نعم يوجد اتجاهان بين أعلام المسلمين طبعا نحن الآن نستعرض كلمات ماذا كلمات من يعتقد أنهما ماذا أصح كتابين ماذا بعد كتاب الله هذا مو مبنانا مو نظريتنا ولكنه نحن نتكلم على مباني مدرسة الصحابة يوجد رأيان في المسألة يمكن الإشارة إلى هذين الرأيين في تعليق مفصلة وطويلة وردت في ذيلي سير أعلام النبلاء المشاهد الكريم يعلم أنه سير أعلام النبلاء أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوت اللي هو من المحققين الكبار في هذا المجال وهو المعلق على كتاب سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هناك في المجلد الثاني عشر صفحة 566 توجد عنده حاشية مفصلة هذه الحاشية حاشية تقع في صفحة ونصف بيودي أنه الذين يتوجد عندهم هذه النسخة يراجعوها يقول قال قال ابن كثير في البداية والنهاية من ينقل الأرنؤوت دا ينقل ماذا أو محقق هذا الكتاب لا أقول أرنؤوت من حقق هذا الكتاب من حقق هذا الكتاب ولكنه التحقيق تحت إشراف شعيب الأرنؤوت قال ينقل في الحاشية عن البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة مسلم صاحب صحيح مسلم صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء وذهبت المغاربة وأبو علي أني سابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح ماذا على صحيح البخاري على صحيح البخاري نعم مقدّوا عندهم هذا يوجد قول يقول هكذا إذن ذهب المغاربة وأكثر العلماء على تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري على صحيح مسلم وذهب أبو علي أني سابوري وبعض العلماء على تقديم مسلم على من؟ على البخاري التفتوا جيدا هسا الآن واقعا أنا ليس بحثي في أنه مسلم مقدّم على البخاري صحيح البخاري مقدّم على مسلم أو بالعكس وإنما أريد أن أشير بالمقايسة بين هذين الصحيحين بين هذين الكتابين إلى النقطتين اتفقت كلمة علماء المسلمين والمحققين في هذا المجال من علماء الرجال والمحدثين وأهل الجرح والتعديل على أن مسلم امتاز بهما عن من؟ عن البخاري نعم لم يفضلوا مسلم على البخاري ولكن قالوا يوجد في مسلم وفي صحيح مسلم يوجد خصوصيتان هاتان غير متوفرتين ماذا؟ في البخاري وهذه نقطة أساسية بود أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق وصريح ما هي الخصوصية الأولى؟ الخصوصية الأولى أن مسلم عندما ينقل النصوص في موضوع معين لا يفرق هذه النصوص على أبواب متعددة في الكتاب وإنما في باب واحد ينقل كل النصوص الواردة في ذلك الموضوع نعم عنده منهج مو فقط منهج دكتور يعني إذا تكلم عن المهدي كل الروايات الواردة عن المهدي يجمعها ماذا؟ في مكان واحد لا مو موضوع واحد في مكان ماذا؟ في مكان واحد أما بخلافه البخاري هذه الروايات إذا وردت عشرة روايات عن المهدي في شؤون مختلفة لا يجمعها في مكان واحد وإنما يوزعها النتيجة ماذا تكون؟ من الناحية السندية أنت عندما تأتي في كل باب تجد رواية واحدة فيحصل لك الأطمئنان والتواتر والاستفاضة أو لا يحصل أما بخلافه من مسلم الروايات مجموعة في مكان واحد يمكن أن يحصل لك وثوق ماذا؟ بصدور ماذا؟ بصدور هذا الحديث لأنه ينقل إذا كانت لها طرق متعددة ينقلها بطرقها ماذا؟ المتعددة الخصوصية الثانية التي لا بد أن أشار إليها وهي خصوصية مهمة أن مسلم إذا كان هناك حديث وفيه مضامين متعددة ينقلها في مكان واحد أما بخاري فيقطع الحديث يجزئه على أبواب متعددة فكثير من مضامين الحديث ماذا؟ تضيع على القارئ نعم ولذا أكو خصوصيتان في صحيح مسلم الأولى خصوصية سندية تقوي ماذا؟ السند والثانية خصوصية ماذا؟ مضمونية تقوي ماذا؟ المضمون والدلالة وهاتان خصوصيتان يمتاز بهما صحيح مسلم على ماذا؟ على البخاري ويفضل بهما صحيح مسلم على صحيح البخاري انظروا ماذا يقول قد يقول قال سيدنا من أين تقول هذا الكلام؟ انظروا ماذا يقول ابن كثير في البداية إذا تسمح لي دكتور دقيقتين أنا أقرأ العبارات يقول فإن أرادوا هذا يقوله في الحاشية ينقله عن البداية والنهاية يقول فإن أرادوا تقديمه عليه يعني تقديم مسلم للبخاري في كونه ليس فيه شيء وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها كالتقطيع البخاري لها في الأبواب إذن هذه قضية أساسية لابد أن يلتفت إليها أنه يذكر الرواية طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله حياكم الله لي طلب ورجاء من معدل البرنامج وهو أنت كالكتور سالم طيب ومن القائمين على البرنامج في الأستوديو نعم وخاصة من مستقبل المكالمات نعم أوجه لكم كلامي أمام السيد كمان نعم حفظه الله طيب أن لا تدخلوا أحد على السيد إلا بعد معرفة سؤاله طيب نعم طيب السيد أخرى في قلبه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله